اشتركوا في القناة 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 مواردة وليلة ووزير منامة يقعد معه يقولك هجيب من اين انا بقى وظفتي هقوله ايه تجيب من اين اما هتنازل دي هيسمع معك في الحتة الفرنية ايه فتاة خدقتها تمام هو ده اللي حين هنشتغل عليه هو ده بقى حضرتك ايه اللي هو الاسلوب ان انا بلايه هلول قابلة للتنفيذ على عقد الراقة لك انا قلت وزير منامة دلوقتي روح يدفع للمستع ده تمام او للصناعة طلب منك مليا وص هولي يجيب لك من اين لكن او من او نص ان انت هتتفعهم دول هجيب لقصدهم 28 هيقولك ايه هيروح يدفعهم مستع ديه هو ده اللي احنا عايزين نعمله ان حضرتك ان احنا نعمل توازن ما بين الرسوم بما يحقق اعلى فائط للمستسمى والدولة هيه ايه دي الجزئية المتعلقة بالرسوم وحدك رفض ليها وشايف ان يحصل فى نوع من الضبط هذه الجزئية الجزئية الدنيا لا الضبط ايه اللي يعود عالدولة بس اسمار اعلى مش ضبط وبق تادي انا كده امير واضح بص سيد محمود انا ببقوللك شيل ضريبة الفلانية عن صناعة فلانية يبقى هديك قد الرقم ده بيجيب لك كم في السنة عدرتك هديك اضعافه في الارباح ومفيش مانع لشيل الضريبة اللي ماناش لازمة او المضرة انا برضو لازم بص الضريبة اللي هي بتتحط دي نتيجة نقص ف مرد الدولة تمام؟ يعني هو زين مالية بوكى الصبح محب بعلي يقولك يا عم ويصفر الضريبة خالص حب موسع للكلام طب هنعيش من اين لك انا ماجا اقول له حضتك انت اتشيني ضريبة الفلانية في الحتة الفلانية هتخسن مثلا خمسة مليار هتخسن من ناحة تانية عشرة مليار زي مثلا السوق المواسع حاجة بسيطة اوي من ضمن الاسباب اللي بتعريك الصناعة السوق المواسع في اي حاجة هو حاكم اللي بدفع ضعيف في مصر الشركات المسجلة والموظفين صح؟ طريق حضتك جميع المهن الحرة في مصر والصناعة المعاطة اللي تحت السلم ما بدفعه ضرائب خالص ودول لو ضفعوا ضرائب 20% بس سيسدوا عجز الموازن طب نجيبهم ازاي وده اللي عايدو على وزير المالية نجيبهم ازاي انا عسان نجيب اي مصنع يبقى لازم اشوف هو من الكوة الشرائية بتاعته المصنع بتعبير السلم المحامين المهندسين مين الكوة الشرائية سيادتك واناو المواطن العادي الموظفين انا عندي احدات كم موظف في مصر حوالي 33 مليون موظف صح ده بتفيد عليهم ضرائب الكاسب عمل جميل حضرتك دلوقت المتحدة في مطعم بتاخد فطورة وانت ماشي بتوحل الحلاء بتاخد فطورة ليه عشان مش مستفيد لكن اما اقول لحضرتك انت ما اجيب لي فطورة في اي حتة هسلها لك من ضرائب الكاسب العمل ام الوعاك الضريبي هيحصل ايه هبقى حريس ان اخد فطورة اما تقول لدكتور تكشف تاخد فطورة لو ما خدش تبلغ عليه صح؟ صحيح ام الوعاك الضريبي ام الوعاك الضريبي كل 70% من الصحب المصري بيعمل عملات دراحية مغير فواتير ده كاته بتكسب في المهم المية و المئتين الف جنيه ما يدفع ملالين ضرائب كل صحيح المهندسين اللي بيشتغلوا اعمال حررا بينما دكرات في البيوت الموضوع في الضرائب هو وين وين يبقى لازم اترجع من اللي بيشتغل السوق المعازي بيشتغل السوق المعازي انا وانت و سيادتك مستفيد انا ماجا اقول لحضرتك دلوقتي استبعد السلع اللي هي الاستراتيجية اللي هي الدولة بالدعمة تمام؟ اجا اقول لحضرتك في حاجات معينة لو انت جيبتلي فواتير بيها هردلك الفلوس بتاعتك ده كاترة مطاعمة وخبان الارحم اي حاجة حرة سبج بيجيلك البيت تمام؟ دي أرقام ضخمة جدا طيب دي حاجاتك لو انا عملت كده هيحصل اي؟ انك انت هتروحوا على الناس دي او الراجل ده مش التعامل معاه يعني انا روحت للدكتور دلوقتي انا مش هديك فطورة صح؟ جميل مش هتعامل مراحل واحد بيديني فطورة او هبلغ عليه لان انا مستفيد لكن وانا مش مستفيد اوجه عن الماغة دي جميع دور العالم في العالم كله حضرتك مش في التجاسة اما بتقعد برا في اوروبا في اي قهوة بتشرب قهوة بيقر و بيديك فطورة ليه؟ عشان حضرتك بتشرب قهوة و هعكوة ضريبة فالحكومة عملت كده لو احنا حسبنا كسب العمل على مستوى الجمهوري بيجيب 10 مليار لو انا حضرتك 10 مليار دول هاخد اصدهم 300 مليار ولو كلامي غلط يا عم ابتدي بعشرة في المائة في الاول يعني تعالى اقول له الموظفين في حاجات محددة هرجعلك كل اخر سنة عشرة في المائة من ضريبة كسب العمل وقتي في وقتين بيكسب ما كانش اضعافه رقم ده ابقى انا رجل ما فهمش حاك اذا المستفيد هو الذي يحسم اشكاليات الضرائب في مصر و يحلها و يجبك السوق الموازي و يتغلب و هو حاك المستفيد ده مين اللي هو القوة الشرائية كل ما القوة الشرائية دي مش مستفيدة بخصم ضريبي على الفواتير و عمها ما يجبلك السوق الموازي بهذه الرؤية بنختم حوارنا مع حضرتك النائب معتز محمود رئيس لاجنة الصناعة في مجلس المائة بشكر شكرا تشريفك لنا و دائما في تواصل ان شاء الله ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة